السلام عليكم و محببكم اليوم معايا فيديو جديد اليو ما جبت ليكم هالطباق الغني عن التعريف المغريبي اللي كيبغيوه المغاربة كاملين هو الطبق ديال السفه المدفونه جبتها لكم بطريقتي اضافات غدي تعجبكم بزاف غدي تضيف ليها واحد لدة اكتر واكتر واحد المضاق خاص مهم لما نطول عليكم في المقدمة غدي مبدأ وغا تكتشفوا معايا كل شي في الفيديو بسم الله اول حاجة غدي ناخدو كاس ديال العنبه غدي نديرو ربع الكاس غدي نملؤه بزيت الزيتون وغا دينكملوه بزيت المائدة الكاس كامل يعني غا دينديرو الكمية ديال الكاس ديال العنبه ديال الزيت يكون غالب الزيت المائدة لزيت الزيتون سوف نأخذ التنجرة و نضعه على النار سوف نستعمل الملج ديال تكرومي يجي في هذا الوصفة رائعة بها الطريقة اللي سوف نقول لكم سوف تحضره را ما تعرفو شرسكم شك تساكلو واش لحم الحمرة او لا لحم ديال تكرومي اول حاجة كنسخنو شوية الزيت كنديرو فيها هاد القطع كنبدو نقليوهم دارو ريت قلاو مزيان يعني قد ما كنقليوهم كنشوفو بانه هادا كل ما اللي فيها كيخرج يعني هنا كنت تحيد هذيك الزفوريا نهائيا من بعد ما كنشوفوهم تحمرو كنضيفو جوش في الصوص ديال التوم و كنكملو شوية نقلي هكدا غير لما كنت تتحمر لنا هذيك التومة باعتها في كنحيدوهم علاجا كنديروهم في شي طبعا يصيل هنا كنتقلنا هذيك الزيتام نكها بالتومة و بالملحة راني ما ذكرتهاش عندكم تنسوها صافي هنا يا كنناخدوا واحد تتا ديال البصلات مش نبضين متوسطين كنحاول لحكهم في الحكاكة الغليضة ديال متايشة صافي هنا كنديروهم علاذاك زويتام وتنبدا بحاله هكدا نشرب هذيك البصيلة مع هذيك الزيت و التومة اللي بقات لنا في الطنجر نقلي فيها يعني ضروري هذي المرحلة انها تقلي و البصلات مزيان حتى توقف على هذيك الشكل كيفما تشوفوا في الصورة من بعد كنردو هذيك القطاع ديال الدك الرومي من بعد من شفيت لناه ما بقات منش شاك طيرة ديال ما هنا غادي نضيف العطرية هنا هدنا جوج معالق صغار ديال سكينجبير واحد العويد ديال القرفة أنا عندي هكا مهر الصغير معالقة ديال خرقوم و معالقة صغيرة ديال سكينجبير غادي نضيف واحد الرباطة ديال المدنوس وهنا زعفران الحورغتياري غادي نضيف واحد راسل معالقة ديال السمن وهنا غادي نرق بالماء طعيب طرور يدروا الماء طعيب ما تديروش المبارد من الربطيني صافي ما كنحاول ما نديرش بسلف ديال ما كما كتشوفو غير ونيفو ديال هذيك اللحيمة ديالنا وكان ستوت نجرة مدة ثلاث ساعة على عفية مهيلة هنا غادي ندوزو باش غادي نوجدو تفايا ديالنا اللي غادي نديرو فيها بحل هكا البصلة البيضة اللي كتكون بشهرة أنا اليوم كانخدم غيب البصلة كنزيد عليها مليحة وسكينجبير وكانقلي بحل هكذا هنا اخذت الزبيب اللي غادي نغسله وغادي نقعه واحد ربع ساعة في الماء ماشي بسف هنا بعد ما كتح لنا البصلة كنضيفو الزبيب اللي غسلناه ونقعناه وهنا كنسكينجبير والبزار وراس المعلقة درس الحانوت ومعلقة كبيرة ديال القرفة صافينا غادي نخلنا تكون شي وغادي ندفل الماء سخون ما نضيفوش بزاف ديال الماء ونخلي وكل شي على عافية مهيلة وعلم تدوز واحد تول وتساعة بحال هكا غادي نرجعوا اللبصلة ديالنا نلقوها هبطات عاد باش غادي نكملوها ان شاء الله دبا غادي ندوزو الصفة ديالنا هنا عندي صفة كيف ما كتعرفوها ديال تفوار اليوم غادي نخدموها بواحد طريقة اللي ساهلة وبساطة وعملية وما كتديش قاع الوقت والنتيجة كتكون زوينة هنا كنلبس صفة ديالنا كيف ما موال فين كنعرفوها كاملين بالزيت وكنحاول لبسها كاملة لقسها الزيت ما سبقاش يحبها كما مقيوصاش صفي هنا يكا الرد اول تفوارة غادي نخليها واحد المدة ديال عشرة دقايق ماشي بزاف ومبعد غادي نردها عافوين الكساعة ديالي هنا صفي غادي نحلها بحال هاتشكل دبا غادي ندفو واحد الاضافة ديال الماء بارد غادي نحاول نكباليها الماء المهم تتغطى تغطى يعني هاتي كسفة باش تلقاها فين تفزك يعني كنبقاو بحال هاكا كنفزكوها هاكا بيتينة علامة كتنفخ واحد شوية كي تضاعف الحجن ديالها وباش نعرفوا بانا صفي خسنا نهزوها من هادا كلمة يوفو كنشوفو الماء ديالها ولا بيض صفي هي كتكون تنفخات غادي نهزوها وغادي نردوها الكسكاس هالطريقة هادي صراحة سهلة جربتها وليت كنعتمدها حسن الطريقة ديال كل مرة كنفور كنعود نفور كنعود نفور الضغية كتوجد وصدقوني كتجيغزة لنفس النتيجة هنان بعد ما قطرتها شوية غادي ندير لي ها تفورة تانية انخليها واحدة ربع ساعة بحال هكا علامة غادي يوقفونا ذوك الحبات ديالها من بعد رضيتها حطيتها بهالطريقة كيفما كتشوفو سمحوا لي الفيديو مزروب حطيتها على الكساة كبيت هذاك المطايب اللي كان في البرمادية الهانيس كنخلط غير واحد دقيقة بحالك كنديوها نجيبها علامة يقسها كامل المسخون صفي هنا كنهزها مباشرة كنهزها هذاك المال اللي في الكساة كنردو البرماد باش تكمل نطف ورانيك يكون باقي سخون يعني هالطريقة عملية وسهلة صفي هنا بعد ما تقطرت شوية رضيتها الكساة ديالنا هنا في الاتناء كتضيفو الملح بوحدو بلعمة صفي كتزبدة وتحلوها كارة كتتحل ما كتتجب متى شي حاجة محددها سخونة كتضيفو الزبدة صفي كتدوب في هذيك الزبدة في الول ما قدتش نقيسها بيدي كانت سخونة صفي هنا بعد ما بردت كانت دادش عفوان الزبدة صفي كنبقى نضربها بحالك كبيدي حتى كتولي عليها تشكل شوفو كي كتطلع زوينة ما كتتجن متى شي حاجة صفي هنا كنخليها علاجن ما كنغير لاش تفورة ثالثة حتى كنبغي نغرف يعني هنا صافيرها واجدة ما غد تعجن محتى شي حاجة هنا رجعت التفاية ديالين بعد ما بدك يتقلص شوية هذا كل ما زدت ثلاثة ديال المعالق ديال العسل المهم إذا كنتو غادي تطيفو السكار حاولوا تطيفوه قبل هاد المرحلة هذي يكون باقي شوية فيها الماء أنا محيس غا نضيف العسل خلي تحت الاخر مرحلة يعني هنا كنت قربت غادي نتفاية غادي نزيدها واحد لعشرة دقائق ولا خمسة دقائق على عفية مهلة ونبعد غادي نتفاية تحترلها عندها عشرة دقائق مع خمسة دقائق صافي يعني غا غا تسخن اما هي را كانت تجا طيبة صافي هنا يا غادي نحلها وغادي نضيف الاضافة اللي كنضيفها انا في السفة باش كتعطيها واحد لما تغزال زوين كيتماشى بزاف مع هاد المدفونة وهو البخاني لي كتضيفوه مجرد ما كتنزلوها وهي سخونة كتضيفو جوج معها الكبار ثلاثة على حسب قد ما درتو قد ما كتنسم هاد السفة كتر اكتر ما كنقتر حاليكم هاد الاضافة هادي بلاست نيسلي صراحة كتجيزوي انا يمكن لكم تدروها غير هاكا وددو عليها القرفة اسكر غلاسي واللوس كتجيغزالة كتشهي يا سلام هنا كيف ما كتشوفوه بعد ما كالبس هاد السفة صافي هنا هي كتكون واجدة و باش اناني غادي نقدمها في هاد المرحلة هادي صافي هنا يا رجعت انتو ما كتشوفوا التفاية يعني حاولوا تخلوها شوية خفيفة ما تعلقواش بزاف حيث حيث السفة كتبغيها شوية تكون مطلقة تفاية ديالها وبالنسبة لطنجرة ديال الحيمة ديال ديك الرومي رهاجة تغزالة كتلبيوها بحال هاكدا ره ما تقولوش كتاكلو الديك الرومي صدقوني بحالي كتاكلو اللحم ديال البكري جربوها وصراحة واردوا علي الخبار صراحة طريقة ديال السفة كتجي غزالة رائعة بزاف راه مني كتاكلو صراحة راكين واحد المزيج شوفوا الحيمة كتجي فتية المريقة كيف ما كتشوفوا كتجي خاترة وملبية وحتى هادي تفايا كتجي زوينا كن منطوها بها الطريقة هادي كنديرو اللحمة في الوسط مبعد كنزيتو تبقى واحدة اخرى ديال السفة كنعودو نديرو تفايا ديالنا ومبعد كنديرو اللوز هاكا مهرمش موينتزين كيبقى على حسب الطق ديالكم المهم انا قتمت لكم طريقتي ديال السفة جربوها واردوا عليها راه كدشي رائعة بصحتكم وراحتكم ولا عجباتكم الوصفة ما تنسوناش بجيم وما تنسوش تشاركوا معايا في القناة بسلام عليكم اشتركوا في القناة